اللقاح واحد من أبرز سبل التحصين ضد الفيروس لكن الاختبارات وتسهيل الولوج إلى هذه الاختبارات على نطاق واسع عامل محاسم في محصرة العدوى كانت طرح في صيدليات اختبارات للاستخدام الشخصي تعتمد على تحليل اللعاب تظهر نتائجها في عشر دقائق وثمنها لا يتجاوز مئة درهم لكن هذه الاختبارات سحبت بقرار من وزارة الصحة روبرتاج عبد الرحيم بحتي وتحرير يونس رفيق بعد أسبوع على بداية بيع الكاشف اللعابي لفيروس كوفيد-19 بالصيدليات مرسلة من مدرية الأدوية والصيدلة إلى المجلس الوطني للصيادلة تقرر سحب هذا الكاشف من جميع الصيدليات مع أثار احتجاجا واسعا في صفوف الصيادلة من اللي اعطى رقم تسجيل دياله والترخيص دياله بتسويق داخل المملكة المغربية كان خاصه يحدد واحد دفتر تحمولات اللي من بينهم يعني واحد البلاتفورم سور انترنت باش نديكلاريو لباسيون كوفيد اللي يمكن لقاه كيتباع في الانترنت ومحيد من الصيدليات هذا شيء غير مفهوم الكاشف اللعابي هو اختبار يكشف عن وجود الفيروس عبر اللعاب تقول الشركة المصنعة لهذا الاختبار وهي الأولى وطنيا وإفريقيا بأن نتيجة الفحص تصل إلى 94% ويستغرق 10 دقائق فقط الشركة تنتظر تظافر الجهود لتوسيع الانتاج وتصديره إلى دول أخرى نحن اليوم لكن سيدنا تشجع لبيوتكنولوجي وصناعة الفاكسين وصناعات بيوتكنولوجيا فنحن اليوم تنلبيون نداء تنقولوا نحن حاضرين ونحن هنا بوزيتيف ها أول مصنع وحدة صناعية مغربية وإفريقية تتصنع للتست أنتجينيك ساليفيا ذوك حنا تنتظر جميع الفعاليات ديال الدولة أن تساعدنا وتعاوننا طبيعة الحال نحن ممكن أن نستجبو له ونكبرو لإنتاج ديالن ونصدر جميع الدول إفريقية وليمال العالم وفي انتظار جواب من وزارة الصحة حول أسباب سحب هذا الاختبار تواصل الشركة إنتاج هذا الكاشف اللعبي فيما ينتظر الصيدلانيون أن يتم وضع دفتر تحملات لتحديد طريقة العمل بهذا الكاشف الذي لا تتعدى تكلفته مئة درام